إلى السيحة الآن في ذيقار تعيش المحافظة انتعاشا سياحيا لسيما بعد وصول مئات المجموعات من مختلف البلد نتبع المواقع الآثارية التي تسخر بها محافظة ذيقار وما تتمتع به بعض الأماكن من قيمة دينية لسيما منطقة أور التي تحتوي على بيت إبراهيم الخليل عليه السلام فضل عن وجود مسطحات الأهوار المائية التي تصل مساحتها إلى أكثر من عشر آلاف دونم كل ذلك أدى مؤخرا إلى انتعاش السياحة بشكل لافت فمئات المجموعات السياحية بدأت تصل إليها تباعا بين فترة وأخرى نحن مجموعة من الشباب اجينا من منطقة جبلة من محافظة بابل طبعا نحن بزغرنا نشوف هذه الرسومات ونشوف هذه اللي ناخذها بالدراسة مراتنا لم يكننا نتخيلها بهذا الجمال وبهذه الرواعة طبعا مننا جاءنا شفناه بهذا الشكل الهندسي وبهذا التصميم العمراني المرتب الجميل أتمنى من كل الطلاب وأتمنى من كل اللي هون هاي الأمور أنه يجون يشوفون هكذا أشياء هكذا بنايات هكذا هندسة حلوة ما وصلنا لهذه الأماكن وحنا أحد ما وجدنا هذه الأماكن صراحة يعني ان ذهرنا بالموانظر وكذلك احنا شفنا العلم قبل يعني كان أكثر تطورا من هذا ويرى كثيرون ضرورة أن تولى الحكومة اهتماما استثنائيا لتطوير السياحة في ذيقار لا سيما بعد أن أصبحت تحت أنظار العالم خلال زيارتها من بابا الفاتيكان البترة الأخيرة شفنا انتشار واسع وحركة واسعة للسياحة بالخصوص للمناطق الأثيرية بحيث وجدنا أن الساحين تترافد إلى هذه الأماكن وبشكل واسع ما شاء الله ونحن ساحين جاءنا نريد نعرف شنوها الأماكن وشنو الاهتمام بها الموجود وعليش جاء البحث ما شاء الله سبحان الله لقينا مدينة واسعة ومدينة كبيرة مو مثل ما تخيلون بالصور بعض الصور ويعول أهالي ذيقار خلال الفترة المقبلة على تنشيط السياحة في المحافظة من أجل توفير فرص عمل للشباب خصوصا أن المحافظة تقف في مقدمة المحافظات التي تعاني من ازدياد كبير في أعداد العاقلين عن العمل من ذيقار سعدة ركابية قناة الفلوجة